يا جماعة الناس اللي بتشتغل في العمل العام هو خاصة لما يبقى واحد زي حازي إمام خلينا منطقيين يعني لا محتاج حاجة ولا هدف حاجة عادي أنا حازي إمام يعني حتى مش باحث عن النجومية مش باحث عن إنجاز لا قد الله مش باحث عن أمور تانية غير يعني غير نظيفة لا قد الله غير نظيفة ولا حاجة ما فيش أي حاجة يعني فيش أي حاجة ربما ممكن تيجي في خيالك تدين مثلا واحد زي حازي إمام سيبك من حكاية حازي إمام أنا باتكلم عادة ما ينفعش تتهم حد أو تهاجم حد إلا لما يبقى معاك دليل واضح معاكش يبقى ما تتكلمش ببساطة شديدة دلوقتي هنتكلم كتير جدا عن منتخبنا الوطني الشكل اللي عليه منتخب مصر مع الروي فيتوريا مع الصديق العزيز محمد جمال يقول لنا شاف إيه في المباراتين سواء مبارات النيجر أو مبارات ليبريا جيمي مشرف ومنورك العادة مبسوط أن أنا موجود معاك كالعادة ومنورك إيه يا رب دايما منور الحمد لله حلو كله حلو الأمور ظريفة المنتخب إلى حد كبير يدعو للتفاول طبعا ما فيش حاجة نقدر نقول عليها أن هي أكيدة لإحنا بينا حلوين قوي ولا لقدر الله إحنا لسه على الماضي في البدايات دايما بتاخد انطباعات حلو حلو الجملة إيه الانطباع المهم اللي انت خدته عن فيتوريا الراجل طبيعي جدا عشان ناس كتير بتسأل سؤال لعب نمط شين يبدو أنه مباريات في المتناول بتلعب مع الفرق رانكينج 112 و150 وعاد جدا عن منتخب مصر واسم منتخب مصر ولكن لما أتكلم على مدير فني فيه بداياته لازم طبعا يبدأ ياخد مباريات تدريجية خاصة أنه ما عندوش أي حدث أو معترك قريب رسمي زي بقية الفرق التي تأهلت للجاس العالم فالراجل جاي يشتغل عشان بيبني على اللونجتر صحيح إيه الانطباع اللي خدته عن الراجل؟ الراجل جاي بيسبت حاجات بيسبت بعض المفاهيم مع المنتخب خلال الفترة اللي جاي علشان يبتدي يبني عليها من ضمن هذه المفاهيم الطريقة من ضمن هذه وهنتكلم على الطريقة تفصيلا ومن ضمن هذه المفاهيم بعض العناصر الأساسية فيه عناصر هي كانت موجودة مع كارلوس كيروش ولما نجي نشرح على البورت وخليني نفتدي على البورت يلا طيب هنيي الناس كلها كل الناس اللي جاتك كلمت على روي فيتوريا دايما بنتكلم لما نجي يتسئل ايه الطريقة اللي بيلعب بها المدرب ده منقول الطريقة الدوميننت أو الغالبة هي طريقة كذا لكنه بيلعب بطرق تاني هي 4-2-3-1 طيب هل لعب روي فيتوريا 4-2-3-1؟ لا روي فيتوريا في الموطشين ما لعبش 4-2-3-1 روي فيتوريا راح لتوظيف جديد للـ 4-3-3 مشابه للشكل الخططي بتاع كارلوس كيروش لكن في شوية حاجات متغيرة هنشرحها بالتفصيل فخلينا نقول الـ 4-3-3 اللي اشتغل بيها روي فيتوريا خاصة النهارده ليه كان بيلعب 4-3-3 من اللي كان بيعمله الشغل اللي هو محتاجه وهل الشغل وده من اللي بيجي نقول هل الشغل ده هو وليد الموقف؟ هل نتيجة قرارات فردية من اللاعبين؟ ولا نتيجة حاجة المدرب بيحاول يطبقها؟ ده من خلال حاجة بنسميها النمط يعني إيه نمط؟ يعني حاجة حصلت في الماتش الأولين حاجة حصلت في الماتش الثاني لو شفنا التدريبات حاجة حصلت في التدريبات ده بنسميه نمط لن بيجي نشوف أول ما يجهز معنا الأهداف بتاعة المباراتين خليني أقول لك الراجل بلعب 4-3-3 ونقول الراجل بدأ النهاردة بمين؟ الراجل بدأ بعمر جابر واحد وبعد ما نخلص الصارح أقول لك من العناصر اللي ما كانتش موجودة بشكل دائم خلال الفترة اللي فاتت ونالت أو حازت على ثقة روي فيتوريا وهكون موجودة معافي المعسكرات اللي فبريتكلم في أربعة دي الأهداف النهاردة دي خلينا نجيب أنا عايز الهدف الأولاني الأول بتاع عمر مرموش من البداية لا من البداية عايز اللقطة من البداية خالص من عندنا هنا من عندنا هنا من الأسست الكرة دي في بدايتها بتاعة أحمد كوكا نزل وسط الملعب عشان يسحب ورجع تاني بعد ما الكرة راحت على الطرف راح رايح معليش رجع للكرة تانية من أولها من أولها ومشي هالي فرين فرين رجع تاني بعد ما عمل الباص وهجبهالك في الكرة اللي ضعت اللي السوشيال ميديا كل قد كلمت عليها بتاعة تريزيجيه أو الريكي الباترن وهو بيتكرر دور السترايكر هنا اللي هو راس الحربة بيعمل ايه هنا دلوقتي عمر مرموش من شايفه فين على الخط موجود في مركز الجناح يبقى طبيعي هتلاقي الاتنين بس وقف هنا قبل الشط بص هنا تريزيجيه فينه كريم فيه جوه المنطقة فرود اه احمد حسن كوك معاي فرود فلما جا تكلم على الاتنين دول هتلاقي دايما في كل الكرات كل لقطات المباراة اللي خدناها فيه على الاقل اتنين اما الجناحين او جناحه فرود دايما موجودين جوه الـ 18 كمل الفريم كمل عشان الفولو بص بص تريزيجيه راح فين ده كنا دايما بنعلق على تريزيجيه بنقوله هو لعيب مهم جدا للشكل الجماعي لعيب بيبزي المجهود كبير جدا جدا لكن عنده مشكلة في الشاربنس انه ما بيروحش عالجون انه ما بيروحش فيه مناطق الخطور دايما بيشتغل تحت دي واحدة من النقط اللي هجيبها لك المباراة اللي فاتت باختلاف العناصر بوجود محمد صلاح ومصطفى محمد مع العنصر السابت واحد من نجوم المباراة النهاردة بالنسبة لي هو النجم الأول للمباراة عمر برموش عمل مباراة بيلة جدا 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 وخلي بالك عدم موجود صلاح اداله أريحية كان بيشتغل على الطرفين ما اشتغلش على طرف واحد زي ما كان بيشتغل خش بقى هاتلي الكرة بتاعت ريزيجيه كرة اللي ضعت بسوش الميديا اتكلمت عليها عشان نشرح عليها أحمد حسن كوك لا دا دا الايوة لا دي كرة في وسط المرأ بس وقفي هنا وقفي هنا بس بس لا رجعتيني رجعتين بس وقفي هنا بس كريم واحد طلع على الطرف واحد مكمل مع الفيروت طب الفيروت نزل تحت في وسط الملعب كملي بقى ومشي فريم فريم ماشي احمد حسن كوكا نزل تحت هتلاقي مرموش داخل انسايد هو هنا مش جناح طرف هو داخل مكمل فيروش جوا التامنطاشر كمل 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 أسرع شوية أسرع شوية بعدين وقف لي بعد ما يستلم وتريزيجيه راح فيه كمل 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 بس الوزيشن هنا كريم نفس الوزيشن في الكورة اللي سجلها عمر مرموش من على الجناح موجود تريزيجيه جوا التامنطاشر فيروت تاني لكن في الكورة دي الاتنين الفراودة اللي موجودين هم الجناحين بيعتمد على ايه تعالي بقى هنا على البورد رجعلي على البورد تاني بصة كريم احنا هنا قلنا انه الراجل ده مسبت فكرة لازم يكون عندي زيادة عددية هقولك الزيادة دي بتحتاج ايه هنا في الكورة دي ومعليش الجهاز يعني نرجعلي على البورد وتعالي على البورد تاني ونجهز الجول بتاع مصطفى محمد المباراة اللي فاتت بيعتمد على ايه على الجناحين يخش جوه التامنطاشر علشان يعمل الزيادة العددية كنا بنفتقد دي طبعا انا مقدرش اقول انه ضعف المنافس خلاني يطبقت بعض الحاجات هاي عشان مظلمش كيروش كيروش كان بيحاول يعمل دي لكن قوة المنافسة في طولة افريقيا طبعا منعك من انك تقدر تعمل هو كان بيحاول يطبق نفس الفيش صحيح انت كان في لغة تعيزة ولا تاني تتعلق بيها قبل بس نوقفنا عشان هروح للنقطة التانية هروح للنقطة التانية اللي الراجل بيشتغل عليها ومين اللعيبة اللي هو الراجل طلع منها ان اللعيبة دي مكملة معاه صحيح فكرة فهنا يا اما الفيرود موجود ومع الجناح والجناح العكسي هو الكرة ناحيته زي ما حصلت الكرة بتاعت مرموش وسجل من هنا دخل تريزيجيك كمل جوال 18 وكان معاه احمد حسن كوك طيب لما احمد حسن كوك ينزل هنا دخل مرموش مع تريزيجيك اتنين فراودة بيحافظ على ان فيه اتنين دايما جوال 18 طيب مشيلي الكرة دي عشان اقول لك الفكرة اللي بعدها طيب كمل كمل بس وقفلي هنا مين اللعيبي اللي بيعمل الباس هنا الكرة قبل بتروح المصطفى امام عشور البروجريشن باس فكرة البروجريشن باس عن دروي فيتوريا دي انا شفتها بنفسي في التمرين مرة واثنين وثلاثة بيعتمد على ايه عايز اللعيب الوسط المساند لعيب مركز ثمانية يكون جيد جدا 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 في البروجريشن باس في الكرات الامامية في الكرات اللي بيتم تحركها بسرعة فين اعتمادا على التحركات بتاعة الثلاثة الامامية ممتاز لما نجيب الجنة اللي بعده بتاع محمد صلاح واستلام محمد صلاح من الناحة العكسية وراجل جناح يمين بيستلم من جوه الـ 18 بيستلم من جوه الـ 18 بص هنا عمر مرموش فين في المكان المتحفظ نفس المكان اللي جاب منه الجنة النهاردة بص لي صلاح داخل فين صلاح في الاساس هو راجل جناح يمين صح داخل عمل ايه كمل 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 وقف في ريم بعد ما صلاح يستلم بس وقف لي هل بص كريم الفكرة اللي لحنا طرحناها قلنا ايه الراجل بيعتمد على ان يفيه 2 من الـ 3 فين في المنطقة جوه الـ 18 قدي 2 جوه الـ 18 مصطفى رايح على البعيدة صلاح قطع على القريبة هتلاقي في كرات تانية مصطفى بيقطع على القريبة وصلاح بيروق على البعيدة نفس فكرة تريزيجية يبقى هنا الفكرة اللي عايزين نوصلها مهما غيرت اللعيبة انا احتفظت بنمط واحد ان انا بعتمد على تحركات ايجابية جدا من عمر مربوش على الجناح الشمال تحركات الاتنين التانين الثلاثة المساند بتاعه رجع لي تاني معلش الكرة بتاعة مصطفى محمد وفكرة البروجيشن بص عشان كده الراجل معجب جدا 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 بإمام عشور جدا إمام عشور خد فرصة مع كيروش إمام عشور ظهر لكن إمام عشور كان بيزر في مواقف ما كانش بيعتمد عليه في شكل أساسي كارلوس كيروش إمام عشور لعب زهير أيمن إمام عشور حاول استخدام الراجل في كسة الدابل ايت في الاربعة تلاتة تلاتة في وسط الملعب لكن إمام عشور الراجل معجب بي جدا لسببين الورك ريت اللي الراجل بيطلبه منه بيعمله البروجيشن باس بيعملها واحدة واثنين وثلاتة في خلال الماتشين بيعمل البروجيشن باس أو الكرات الأمامية المؤثرة بيعملها بنفس الطريقة اللي هو الراجل بيشتغل وخليني هنا في جزة واحدة النهاردة ومرة اللي فاتت كمان وهنا لما تيجي تبص عمل بروجيشن باس واحد صحيح وهنا دي الحالة الوحيدة لما كنا بنفنط طريقة كيروش قبل كده الحالة الوحيدة اللي أقدر أستغني فيها عن البلايميكر لما يكون عندي لعبتو الوسط المساند لما التمانية تحديد التمانيتين التمانيتين أقدر أستغنب عشان كده هقولك بعد ما نخلص اللقطة دي هقولك تلات لعيبة الراجل منتظرهم تلات أسماء منتظرهم فيتوريا إن هم كانوا مصابين ويرجعوا عشان يخش معاه تفرج على فيديوهات كتير جدا لكل اللعبين تفرج على مطشاط المنتخب خلال الفترات اللي فاتت وتفرج على اللعيبة اللي تحطت له أسماء أكتر من خمسة وأربعين اسم قبل ما ياخد المعسكرة ده بما فيهم لعيبة مصابين ومش جاهزين دلوقتي أنا ممكن أقول لواحد من التلاتة قولي أنا أستشفه يا قولي من أنت حاجده ده كله ماشي عمر السولاية طبعا عمر السولاية ده أول اسم تاني اسم اللي كان معجب بي جدا جدا وشايف إنه يقدر يعمله ريبليسمينت ويبقى بديل محمد صلاح فوقت من الأوقات هو إبراهيم عادل لكن أبراهيم كان مصاب الفترة لفاته كان عنده عملية فتاة عجبوا جدا في الفيديوهات اللي اتفرج عليها لكن منتظر لما يرجع ويشترك اللعيب التالت اللي منتظره في المركز الصداعة المركز الدايمن القزم لا اللعيب مركز تماني خلاص هو السولاية منتظر السولاية الزهير الآية الزهير الآية مستني أكرم مستني أكرم إنه يرجع معجب جدا بأكرم معجب جدا بشكل لما اتكلم حتى مع سوارش وقت لما كان سوارش موجود اتكلم معه على اللعيبة وعرف إنه أكرم لسه قدامه شوية عبل ما يجهز وقت أول ما جاء تولى الروي بيتوريا وقعد مع كل المدربين الآن ده فمنتظر ثلاث لعبين يجهزوا خلال الفترة اللي جاية هيشوفهم ويتابعهم خلال المباراة الدوري أكرم توفيق عمر السولاية وأبراهيم عادل خلال المباراة اللي جاية خيري أقولك بقى مين اللعيبة اللي كانت بعيدة أنا ممكن حرقت اسمي منهم أنا بشرح إمام عشور لكن خلينا أقولك مني اللعيبة اللي الراجل شايف إن إما إنه هم هيكونوا أساسيين معاه خلال الفترة اللي جاية أو هيكونوا في قوام الفرقة معجب جدا شايف إنه هم ينفزوا كل اللي اتطلب منهم في التدريبات وفي المباراة الأولى لأن الفيد ده كان بعد المباراة الأولى أول لعيب منهم هو عمر جابر شايف إنه عمر جابر أدى كل المطلوب منه شايف إنه وجود عمر جابر في أربعة تلاتة تلاتة خاصة طمع نزول طريق حمد هنا في المكان ده ليه التأمين الدفاعي بيسمح إن الاتنين السنتر باكس يفتحوا كده فلما الاتنين السنتر باكس يفتحوا كده ده بيدي أريحية ليه الظاهرين إن هم يطلعوا فدي تقدر تكفر على نقطة الضعف اللي موجودة أحيانا عنده عمر جابر اللي هي المساحة اللي وراء عمر جابر أو الجزء الدفاع عند عمر جابر فده أول لعيب استحوذ على إعجاب روي فيتوريا خلال فترة اللعيب الثاني إما معشور معشور راجل شايف إنه لعيب صغير بيعمل اللي بيطلب منه الوجبات الدفاعية الورد كريد بتاعه ممتاز والنقطة المهمة جدا اللي بيشتغل عليها في كل الشغل بتاعه غير تحركات الخط الأمامي البروكريشن باس أو الباس الأمامي عشان كده تلاقي لعيب زي عمر الثلية هو منتظره معجب جدا بمحمود حمادة لأن عنده اللي اتنين بيقدر يعمل اللي اتنين لكن شايف إنه محمود حمادة قدامه شوي يعني محمود حمادة ممكن يكون موجود في القوام لكن مش هيقب من العصر الأساسية خاصة مع عودة عمر الثلية المنتظرة خلال الفترة اللي جاية ووجود إمام عشور فاللعيبة اللي استحوذت على ثقته عمر مرموش معجب جدا بعمر مرموش اتكلم مع عمر مرموش بعد المباراة الأولى وقال له أنت من العناصر الأساسية اللي هتبقى موجودة معايا أنا حابب إن انت تشتغل بالشغل اللي احنا بندولك التزم به خاصة إنه صلاح بيعمل نص الشغل المقابل له ناحية اليمين إنسايد جوه الملعب أنا هبني عليك شغل كتير وده اللي شفناه النهارد الرجل شايل الجزء الأمامي طبعا ترزيجي قدم مباراة جايدة أحمر حسن كوكا قدم مباراة معقولة وفك نحصل تهديف ممكن نسجلشه على المنتخب من 2015 لكن عمر مرموش واحد من العناصر اللي فعلا استحوزت على ثقة روي فيتوريا واتلاقفك موجود بشكل أساسي مع الراجل خلال الفترات اللي جاي صحيح أقولي عزبادة ألا أنت أقولي حاجة تاني ده دول اللعيبة اللي الراجل منتظرهم دول اللعيبة اللي استحوزوا على ثقة الراجل نقطة كمان تخص روي فيتوريا روي فيتوريا قال للعيبة أن هذه المباراة هي مباراة تجربية احنا بنحفظ شكل لعب واجبات تكليفات التحركات اللي أنا عايزكم تعملوها ولكن هو مش ده الشكل اللي أنا هلعب بيه كل المباراة في بعض المباراة هلجأ لأشكال أخرى وده يرجعنا تاني لقصة الاربعة اتنين تلاتة واحد أو الاربعة تلاتة تلاتة لكن روي فيتوريا خلينا نقول ليس من أنصار الثلاث الخط الخلف يعني ممكن تلاقي روي فيتوريا بيالعب اربعة اتنين تلاتة واحد ممكن تلاقي روي فيتوريا بيالعب اربعة تلاتة تلاتة ممكن تلاقي روي فيتوريا بيالعب اربعة اربعة اتنين بالشكل التحرك في الترانزيشن أو في التحول اللي احنا شرحناه بوجود دايما اتنين جوال تمنتاشر وهي كأن الجناح اللي جاي من ناحية اليمين أو من ناحية العكسية بيلعب كفروت تاني مع الفروت اللي موجود ده الشكل والنمط بتاع روي فيتوريا بكل كواليس بكل الأفكار اللي الراجل بيفكر فيها خلال الفترة اللي فاتت لو عايز تسأل حاجة يسألني حبيبك يم يعني انت قلت كله انا حتى مش بعلق عشان اقاد مستمع جيد كعدتك يا ناجم انا مشكرك شكرا جزيلا انشرفت ونورتك شكرك يا حبيب